التقاعد القصر الظالم يهتف موظف السلطة في قطاع غزة ضد الظلم الواقع عليهم منذ العام 2017 حكومة رام الحمضل اتخذت قرارا بإحالتهم للتقاعد المالي الإجباري وحكومة اشتيا وعادتهم بالحل دون تنفيذ أكثر من 17 ألف موظف عسكري أحيل للتقاعد عاد عن آلاف الموظفين المدنيين منهم في سن الثلاثين وغالبيتهم دون خمسين عاما التقاعد القصري 2005 وفي كافة القضايا القصر بقطاع غزة التقاعد القصري لم يتم حل أي ملف منهم فاليوم تواجدنا هنا على باب التأمين والمعاشات لإصار الصالة للمجلس والزراء بتنفيذ قارة سيد الرئيس الخاصة بقطاع غزة وخلاص يعني بكفي يا جماعة بكفي كان التقاعد الإجباري جزءا من عقوبات السلطة الفلسطينية على القطاع بحجة أزمتها المالية وإجبار حركة حماس أعلى المصالحة بشكل أثر على الحقوق المالية والوظيفية للموظفين الصاعين كثير من ناحية نفسية من ناحية اجتماعية من ناحية صحية من ناحية تعليمية أغلب الموظفين يولادها نجح بتوجيههم مشقادين يعلموهم أغلب الموظفين أصبح عندهم عاهات وأمرات مستديمة لحتى اللحظة مشقادين يتعالجوا عشان يتعالج بقولوا يساووا مناشدها طبعا بلا مجيب من ناحية اجتماعية من ناحية طبعا كثير من الموظفين طبعا اليوم معتقلين أو محبوسين على زمة مالية تأثيرات تجددت أمامها المطالبات للرئيس الفلسطيني وحكومته بضرورة التراجع عن القرار حماية للموظفين وعائلاتهم ما طلبنا هو تعديل القرار رقم 9 لسنة 2017 ليصبح قرار اختياري بدل إجباري اختياري لمن يريد العودة على العمل ولمن يريد البقاء في عمله ولمن يريد التقاعد أو وصل سن التقاعد أن يحصل أيضا على حقوقه كاملة رفع نسبة التقاعد من 70% إلى أعلى عقوبة طالت الموظفين في غزة دون نظرائهم في الضفة الغربية ما يعكس حالة التمييز التي تنتهجها السلطة بين شقي الوطن سنوات طويلة مرت على هذه الأزمة ويبدو اليوم أن لا حلول قريبة في الأفق رغم أنها لا تحتاج سوى لقرار رئاسي يحال للتنفيذ نفي نسليم الغد غزة فلسطين ترجمة نانسي قنقر